أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة ويصرنا أن نستضيف هو مش ضيف هو صاحب مكان الأخ المبارك رجل الله الأخ يوسف رياض الأخ يوسف طبعاً غني عن التعريف بتشاهدوه بتشوفوه على القنوات الفضائية له مؤلفات وكتب عديدة وإحنا محظوظين ومتباركين طبعاً بفترة وجوده معنا اليوم حتى كلمنا عن هذا الموضوع المهم أهلاً وسهلاً أخي يوسف أهلاً بيك خانزار طبعاً أنت خادم إليك سنين عديدة أنا مش رح أحكي قديش عمرك ولكن أكيد هذا الموضوع يمكن بمر في ذهنك بشكل يومي لما بتسمع في البداية أهمية الدم ماذا يخطر في بال أو في ذهن الأخ يوسف رياض ما قاله الله أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة الرب أدى الدم وهو سيمبل للحياة يعني الدم في حياة الكائن الحي ولذلك منع الله قبل النموس وبعد مجيء الروح قدس في أعمال 15 وفي تكوين 9 منعت تداول الدم الدم ده بتعربنا لأنه أعطانا الدم للتكفير عن نفوسنا لذلك فإن هذا الدم مهم جداً لكني أقول أيضاً أن الدم في بركات وفي لعنات أو ضربات من يحتق الدم المسيح كم عقاباً أشر من الموت بدون رحمة كم عقاباً أشر تظنون يحسن مستحقاً من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانيساً واصدر بروح النعمة بينما من الجانب الآخر ما أكثر البركات التي يحصل عليها المؤمن عن طريق دم المسيح إذا ممكن أخ يوسف لأنه طبعاً المشاهدين عندنا يعني متنوعة متعددين من كل الخلفيات بشاهدونا في أستراليا في نيوزيلندا في أوروبا في الشرق الأوسط في الخليج في شمال أفريقيا في أمريكا الشمالية بشكل كل بيعرف فكرة الدم أعطينا خلفية عن موضوع الدم حتى نفوت في صلب الموضوع أه يعني أول ما نقرأ عن الدم في تكوين أربعة ونقرأ عنه بصورة سلبية ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض إن الدم مش حاجة لبركة على شخص قتل وأنكر اللي هو قاين لقد قتل ودي أول جريمة تحدث في التاريخ عندما قتل ذبح قاين أخو هبيل صورة لما حدث في ملء الزمان عندما اليهود قاموا على رب المجد يسوع المسيح وكانت صرخطهم المجنونة المسجلة في متى 27 دموا علينا وعلى أولادنا وأنا أعتقد أن اللي شافوا في تاريخهم الحزين الماضي واللي لسه حيشوفوه بعد اختطاف الكنيسة في فترة الضيخة العظيمة هو نتيجة تلك الصرخة المجنونة وأنا أتمنى أن اللي يتعامل مع هذا الأمر يتعامل بكل حذر ويطلب من الرب الحكمة أتعامل كيف؟ الدم زي ما قلت بيجلب بركات لا حصرة لها لكن احتقاره ورفضه يجلب أيضا دينونة اشتركوا في القناة